فيه فرق ما بين صندوق النقد الدولي وفيه فرق ما بين البنك الدولي ده حاجة وده حاجة ماشي؟ ده بس مبدئية المركز الإعلامي المجلس الوزراء الحقيقة مش مخلي في جهد وجهد بصراحة ولا مخلي في نفسي حاجة يعني وكأنه بيبقوا قاعدين والله رزيمة بجوهزر بكلم جد يعني وكأن الناس هناك قاعدين عاملين بيسمعوا اللي في مخي أنا مبرح طلبت حاجات معينة يعني ربنا يخليهم يا رب حتى الناس هناك المسؤولة عند المركز كلموني النهاردة وقولي الحاجة اللي أنت طلبتان مبرح على هوا احنا بنحضرها لك فعلا بس احنا بقى النهاردة بعتين لك حاجة على التوقعات بتاعت النمو الاقتصادي في مصر وفي بعض الدول عندنا هنا في المنطقة طبقا للدراسات اللي عاملها أو طبقا للدراسة الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي أنا فعلا أعمال كنت بفكر في الموضوع الصبح بادري جدا قد عمل بفكر فيه يا طرى هلطرى والحرب ومش الحرب وهيحصل إيه ومعدل نموين عامل إيه طب يا طرى هو احنا الاقتصاد بتاعنا بعافية الناس عملا تقولي اقتصاد بالعافية والناس طلعت التاريق على قصة الدولار ولا مش الدولار يعني أنا مش غدش نفسي بالتاريق عموما يعني بس وهتشوف ما تيجو خش رهان هو لما ينزل نحفل على مين نحفل على كل السوشيال ميديا ولا نحفل على العيل بتاعت الإخوان ولا نحفل على الاتنين غالبا هيبقى الاتنين بس مش ده وقته وقته هو ان انت تبقى عائد هو انت اقتصادك بعافية ولا اقتصادك ماشي حلو طبعا اول حاجة هتتقال بس يوسف عاوز يقول لنا ان الدنيا حلوة والدنيا جميلة لا الدنيا حلوة عwu دنيا جميلة ازاي الدنيا عمره ما تبقى حلوة ولا دنيا جميلة طول ما الاسعار في زيادة عمره ما هتبقى حلوة وجميلة والاسعار في زيادة ماشي وقفين كده على خط واحد آه طب و بعدين يا عم يوسف أقولك أنا الجملة اللي دايما أنا أقولها يا جماعة لا حل لنا في هذا المجتمع الإنساني مش مصر بس غير إن إحنا نقعد نشوف شغلنا بالمظبوط نشتغل طيب نشتغل علشان يحصل إيه؟ عشان اقتصادك يبقى ظريف ولطيف وجميل هو العالم حالته الاقتصادية حلوة؟ لا يعني هو أنت متصور إنه العالم اللي ارتبط لكل الأسباب اللي أنت ترتضيها أو اللي لا ترتضيها أنت دي اللي هو إحنا كلنا كبشر حلو؟ ارتبط ببعضه اقتصاديا خلاص زي ما ارتبط ببعضه سياسيا هنعمل إيه يعني؟ فيبقى حرب بعيد عننا بألاف الكيلومترات لو كنا من خمس تلاف سنة ولا كنا سمعنا عنها أصلا ولا تؤثر علينا لا من قريب ولا من بعيد لكن إحنا مش من خمس تلاف سنة إحنا سنة عشرين اتنين وعشرين فهذه الحرب قدت إلى مشاكل في العالم مش مثلا قدت لمشاكل في مصر بس بص لو الحرب دي مأثرة اقتصاديا على مصر بس أبصم لك بالعشرة المشكلة عندي بالعشرة لو مأثرة على مصر بس هتقولي طيب يعني إيه؟ أقولك ما هي لو مأثرة علينا بس ده معناها إن أنا اقتصادي حالة وحشة جدا أنا لا بزرع ولا بصنع ولا بشتغل ولا بعمل حاجة أنا عبارة عن اقتصاد قاعد عامل كده أو دولة قاعد عاملة كده ومستنية إيه؟ العنو المدد على طول حتى ما بشتغلش يعني مش حتى عندي قدرة على الشرة مش عندي قدرة على شرة قمح ولا شرة زيت ولا شرة درع ولا أنا ما عنديش أنا قاعد مستني العطف عطف المجتمع الدولي الدولة دي تبعت لنا كم مركب قمح ودي تبعت لنا كم مركب زيت ودي كم مركب درع ودي تبعت لنا مش عارف كم قطر هدية ودي تبعت لنا كم مش عارف ما كان هدئ لا ما كان ايه ما احنا ما بنصنعش بقى ما احنا خلاص احنا نتعبانين تمام دلوانة بس اللي مضرور بس ال194 دولة مضرورة ولا 193 لا 192 دولة مضرورة بسبب حرب ما بين دولتين بعاند يبقى اكيد اكيد المشكلة مش في مصر ما هو مش معقول المشكلة موجودة في بريطانيا موجودة في فرنسا هي موجودة في الاتحاد الاوروبي موجودة في كل دول اوروبا موجودة في كل الامريكتين موجودة في كل قارة اسيا العالم يعني هاتلي دولة واحدة ما عندهاش قزم اقتصادية واحدة بما فيها دول سقف العالم يعني لا قبل ما نشوف معدل النمو هاتلي دولة واحدة بما فيها الدول اللي بنسميها كده ايه سقف العالم الدول التي تعتبر او تعتبر شعوبها هي الشعوب الاسعد في المجتمع الانساني زي ايه زي النورويج زي ايه زي السويد زي ايه زي الدنمارك اخبارهم ايه مع حضرتك سويسرا حضرتك تعرف عنهم حاجة ولا ما تعرفش لو ما تعرفش قولي وانا اعود احكيلك حدوتة كل او وضع كل دولة فيهم الاربع دول دول تحديدا اخبارهم ايه دول الدول الاكسر سعادة بجد فعليا يعني دي دول اللي هي ايه فيها لبن العصفور فيها كل حاجة واي مواطن يقدر يشتري اي حاجة المشكلة انه دلوقتي ما بقاش يقدر عشان معهوش فلوس عشان ما فيش منتجات ما فيش يعني زيرو يا يوسف لا مش زيرو ولا حاجة بس مش زي زمان ومش زي زمان خالص خالص يعني اللي عاوز يشتري مثلا مثلا افترضنا انه دي برطمان قهوة لا زي كم القهوة زيت عاوز يخش يشتري ثلاث ازايز زيت هيتقاله لا هي ازايزة واحدة هيخدهم من على الرف وهيروح بيهم عند الرجل علشان يحاسم هيروح واخد ازايزتين حططهم على جنب كده قوله هي ازايزة واحدة حضرتك مش من حقك ترفع درجة الحرارة بتاعت الدفاية في بيتكو اكتر من تسعتاشر درجة مئوية يقوله الله ليه انا عاوز ارفع درجة الحرارة اكتر من كده يقوله ما هو الفاتورة هتبقى غالية يقوله انا هدفع هدفع تمن الفلوس بتاعت درجة الحرارة اللي على مزاجي يقوله لا هي القصة مش ان انت هتدفع انا ما عنديش غازي حبيبي فانسى ما بقتش بالمزاج حضرتك بقى عاوز تشتري حاجة محتاجة بتروح تشتري تقولي بس غالية اقولك بس موجود انا مش بقولك بقى اصل بلد لا 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 مش البلد لشبهنا احنا بنكلمك على او بكلمك على اربع دول في اوعى اللي هو الحلم يعني لما بنجي نتدق كله اتفكر نفسك عايش في سويسرا طيب تعال نشوف الوضع الاقتصادي بتاع مصر اخبروا ايه ترى حلو وحش طيب نقرنه بمين تعال نقرنه على الاقل باللي حوالينا مش هقولك بالدول العالم بالمناسبة هو دول العالم اصلا اقتصادها في النازل وبالمناسبة انت في الطالع مش سابت يعني دول العالم توقعات النمو او متوسط النمو بتاع الاقتصاد العالمي كانوا متصورين انه هيبقى ثلاثة ونصف في المية لسنة الثلاثة وعشرين دلوقتي بيتكلموا على تقريبا اتنين وتمانية من عشرة بينزل احنا كانوا متصورين ان احنا هنبقى خمسة ونصف في المية ده على تقريب ابريل حلو؟ يعني بيه ده كام يا يوسف؟ ستة وستة امان عشرة اسمع مني وتفرج شكرا للمشاهدة شكرا